موسيقى أهدف الألفية من أجل التنمية تم اعتمادها عام 2000 وسمحت تعبئة قوية حول تحديات التنمية ووقف تدهور المساعدات من أجل التنمية وأدت إلى نتائج باهرة لسيما في مجال التدريس صحة الأم والطفل أو مكافحة الأمراض المعدية وإنما كانت تشبه عيوب كانت تعتمد على طرق تقليدية في بلدان الجنوب وتم التركيز على القطاعات الاقتصادية الاجتماعية حيث كان الفقر قد انتشر بشكل واسع بعد فترة التنظيم الهيكلي في بلدان كثيرة وكانت ترتكز هذه التنمية على رؤية للعالم مقسمة غير متاكاملة عام 2015 برزت أهتف التنمية المستدامة في سياق مختلف للغاية إذ آنذاك برزت قوة من الجنوب جنوب كوكبنا ولم يعد عالمنا مقسم إلى كتلتين فهنا وجدنا أنفسنا في عالم تتضاعفت فيها المخاطر وكان النمو يتميز بالكم وليس بالنوعية وهذا الحقاء الضرار بدورات طبيعية بالمناخ وقد زاد هذا النمو من التفاوت ما بين الشعوب وعدم المساواة ولم يكن لدينا خطة بديلة لهذا النمط من النمو كان عام 2015 تم تنبه إلى ضرورة تجديد الابتكار وهذا يقودنا إلى أجندة التنمية المستدامة هذه الأجندة تحل توازنا واضحا بين الركيزة الثلاثة للتنمية الركيزة الاجتماعية الاقتصادية والبيئية ونرى ذلك في أهداف التنمية المستدامة التي ازداد عددها وهذه الأجندة تسعى إلى شمولية أكبر فهناك الأهداف التقلية التي تتعلق بالفقر بالتدريس وغيرها ولكن أضيف إليها ما يتعلق مثلا بالممتلكات العامة بالمحيطات أضيف إليها أهداف تم تناولها في نقاشات دولية مثل دور المحكمة، دور مكافحة عدم المساواة وأضيف هدف مهم للغاية تعلق في الشركات إذا أنه اليوم معنا سويا ويمكن أن نتحرك على مستوى الدول على مستوى الفاعلين هذه الأجندة أكثر شمولا ولكن تفسح المجال أمام أهداف متكاملة إذ تم ادراك التشعب وتعقد المشاكل التي يواجهها العالم وبرزت ضرورة العمل على بناء مجتمع مستدام مدينة مستدامة الأهداف تنمية المستدامة عددها 17 لقد حصلت مساهمات كثيرة تقدمت بها المجتمعات ومجموعات الضغط أيضا وتعكد هذه الأهداف 17 تشعب العالم وتعقيده وهي تشمل مواضيع كثيرة هناك وأنا نتذكر الأهداف الثمانية للألفية وكنا نعتبرها كثيرة فكيف بـ 17 هدف وإنما هذه الأهداف عددها 17 وهي تشمل 164 مجالا مستهدفا إذ أن المواضيع مختلفة الأدوات مختلفة من بين المواضيع التي تتناولوا هذه الأهداف مثلا نفاذ إلى مياه الشرب بسعر معقول مع حلول عام 2030 هناك أيضا حماية الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وهناك قطعات مستهدفة تتميز بالطموح الكبير مثل القضاء على عدم المساواة والتفاوت بحيث يقول البعض بأنه يجب أن يزيد عدل نمو مردود الفقراء بـ 40% أكثر من معدل سكان بلد ما هذا صعب للغاية هذه الأجندة شاركة فيها عدد كبير من البلدان 200 بلد وهذا يجعل من هذه الأجندة ناجحة ولم يتم نسيان الكثير من المجالات إنما لم يتم التطرق إلى الثقافة وهذا موضوع ضروري ومهم للغاية إذن هذه الأهداف تتناول البيئة المكافحة حتى عدم المساواة والتفاوت الحوكمة هذه الأجندة تحاول أن تخبر قصة تغير في المعايير نحن في إطار في إطار في سياق لم يعد فيه العالم مقسم إلى كتلتين وإنما هو أكثر تعقيدا من ذلك وهذه الأجندة تحاول تشييد مستقبل موائم للإنسانية وهو من مسؤولية الإنسانية جمعا بالطبع هناك انتقادات مثلا يمكن أن توجه إلى البعض فنسمع مثلا من يقول بأنه يتم الكلام عن هذه الأهداف أهداف تنمية المستدامة في كل المجالات وفي كل المواطع إنما نقول بأن المخاطر مثلا تتبين عندما يتم اختيار هدف أو طريقة تطبيق هدف من دون الاستناد إلى معايير من دون الاستناد إلى ورقة طريق ووضعت ورقة طريق تطلبوا عملا كبيرا للغاية ويجب أن تتوفر إمكانية تنفيذ هذه الأجندة في حين أننا نعاني من نضوب في الموارد سؤال المطروح اليوم هنا هل سنجد السبيل لتنفيذ هذه الأجندة وهذا يضع ضغطا كبيرا على نتائج النشاط البشري هل سنتمكن من تنفيذ هذه الأجندة من فلال تخفيد هذا الضغط الذي يمارسه النشاط البشري هل سنتمكن من إيجاد نموذج جديد يحد من الاستعمال الكبير للموارد التي ستنضب أحد منها هل سنتمكن من إيجاد طريقة تعامل مختلفة مع الطبيعة هل سنتمكن أن نقوم بمقامة أمريكا اللاتينية مثلا التي وجدت سبيلا سمي بالبون فيفير وحيث تعمل بطريقة تخذ بعين الاعتبار الموارد التي ستنضب هناك ميداج آخر أيضا لتنمية المستدامة يرتكز على اقتصاد التعاون وهناك أيضا المؤشرات هي قابلة للتطور وسوف تستفيد هذه المؤشرات من التقدم المحرز في الإحصاءات في العلوم وسوف تتحسن هذه المؤشرات ويجب أن تستكملها الدول لكي تتناسب مع ميزات هذه الدول وتتنسب مع خصائصها الوطنية وهناك منتدى سياسي رفع المستوى قد شكل لكي يتابع التقدم وسوف يجتمع كل أربع سنوات ويقدم تقريرا وفيما يتعلق بهذه المؤشرات ما هو أكثر أهم وهو تمكن الدول على إنتاج الإحصاءات فهذا أمر أساسي يمكن من قياس تقدم الحياة الاقتصادية السياسية الاجتماعية البيئة من أجل تمكن وضعي وتنفيذ أجندات التنمية المستدامة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة